وأطلقنا على مدار الأشهر الماضية أكبر برنامج وقائي لتوعيد طلبنا في 6 ألاف مدرسة كمرحلة أولى بتنقص برامج توعاوية متكاملة داخل الجامعات لتوعيد الشباب بخطور التعاطي المواد المخدرة تصحيق المفاهيم المغلوطة عند بعض الشباب من كون المخدرات بتساعد على تنشيط الزاكرة على نسيان الهموم والحقيقة المفاهيم المغلوطة دي ما جاتش من فراغ لما بتحل البيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لسندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16-23 بتشوف إيه أبرز العوامل الدفعة للتعاطي بنلاقي إن منها حب الاستطلاع والتجربة المرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي أشارت حضرتك عليها بتنفذ برامج توعاوية في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإذننا بالسحر بنترك أبواب الأسر بنوعيهم بأليات الإكتشاف المبكر للتعاطي وإزاي لو لقدر الله الأسرة عندها مريض إدمان تعمل إيه وإيه أبرز العلامات الدلة اللي هي ممكن تشير إن الإبن بقى تعاطى مواد مخطيرة وإزاي الأسرة تتواصل طيب تقول لنا إيه أبرز العلامات كده عشان اللي بيسمعنا برضو يستفاد يمكن يكون في حاجة احنا مش عارفانا تدهور في صحة الإبن، تدهور في تحصيل المواد الدراسية إذا كان طالب يعني تغير في سلوك ونمط الإبن أو الطفل في الميل إلى النوم قصرة، الصهر تغير في الأصدقاء، الحياة دي كلها عوامل والسلوك قد تشير إن الإبن بقى تعاطى مواد مخطرة بنواع القصر بالأليات الاتشاف المبكت وإزاي كمال إنه يتتواصل مع الخط الساخن لسندوق مكفحة وعلاج الإدمان للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفي سرية تمة وطبعاً ده بيكون في سرية تمة، صحيح